الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على النبي الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب ما لمع صراب وهمع سحاب وكل أكتاب سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا أهلا وسهلا بحضرك ويطيب اللقاء في هذه السلسلة المباركة سلسلة الأئمة الأعلام الأئمة الأربعة وبدأنا الحديث عن علم كبير هو الإمام الشافعي وهذا بحول الله عز وجل اللقاء الثالث في هذه السلسلة المباركة ونتحدث في هذا اللقاء الميمون المبارك حول سفر الإمام الشافعي إلى بغداد ثم سفر إلى مصر ثم بعد ذلك نتكلم عن اجتهادات الإمام الشافعي أولا في سفر الإمام إلى بغداد كان ده سنة 195 من الهجرة وكان عمره في هذا التوقيت 45 عام عاد الإمام الشافعي إلى بغداد مرة أخرى وكان في الفترة دي النجم قد سطع في الفقه فالتف حول المحدثون وأهل الرأي وألف كتاب سماه الرسالة في هذا التوقيت وهذا الكتاب يوضع فيه أساس علم أصول الفقه وكان بوصية من الوالي الشهير عبد الرحمن بن مهدي الذي طار ومدح الإمام الشافعي على هذا العمل الكبير ثم بعد ذلك الإمام الشافعي قرر أن يذهب إلى مصر ليه بقى لأن المأمون ابن هارون رشيد في الفترة دي كان بيقرب غير الجنس العربي وكان كما تعلمون الإمام الشافعي هو عربي المنشأ وأصوله بتمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحسب الغربة في بغداد فقرر أن يذهب إلى مصر وكان بدعوة من العباس بن عبد الله القراشي الهاشمي اللي هو والي مصر في ذلك الوقت سنة 199 من الهجرة وقعد الإمام الشافعي في مصر خمس سنوات وفي هذا التوقيت بدأ الناس يقصدون من بلاد الشام ومن اليمن ومن العراق ووضع مذهب جديد بمصر بسبب تغير الأوضاع والظروف والعادات والعرف وضمن هذا في كتابه الشهير كتاب الأم وكان الإمام الشافعي بحرا غزيرا فكان له دروس في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي الشعر وفي اللغة العربية وكانت دروسه تمتد بعد صلاة إلى الفجر حتى قرب انتصاف النهار وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله عز وجل وكان الإمام يتبع في ذلك السنة النبوية والقرآن الكريم وطبعا الإمام في منهجه كان يرى أن السنة النبوية نظيرة القرآن فكلاهما وحيوا من الله عز وجل واجب الاتباع وكان يأخذ بخبر الأحد الواحد الصحية وكان يرفض الحديث المرسلة إلا حديث المرسلة عن سعيد بن المسيب داعا نهجه رحمه الله عز وجل في تقفي الأسار ثم اجتهدات الإمام الشفعي لا تغيب فمن ضمن هذه الاجتهدات العلمية الكبيرة إن الإمام الشفعي مثلا يرى أنه يجوز لمن يصلي فرض أن يقتدي بمن يصلي نافلة يعني أنت دخلت المسجد وأردت أن تقضي فرضا وكان هناك شخص يصلي نافلة يجوز لك أن تصلي خلفه بنية أن تصلي فرض وهذا على خلاف الجمهور في مسألة الرضاع أيضا الإمام الشفعي بيرى أن الرضاع اللي بيثبت به التحريم في الزواج لا يكون بأقل من خمس رضاعات متفرقات لكن جمهور الفقهاء بيرون أن الإرضاع اللي بيثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع وأن قليله وكثيره سواء في التحريم وكل له أدلته في هذا الباب برضو يعني من اجتهادة الإمام الشفعي ما يتعلق بصيام شهر رمضان الإمام الشفعي يسر على الأمة هذا الأم كان يرى الإمام أن لأهل كل بلد رؤيتهم الخاص ولا يزومهم رؤية غيرهم ماداموا بعيدين عنهم ولا يتفقون معهم في خطوط طول واحد لكن ده على خلاف الجمهور كانوا يعني يرون أنه لا فرق بين القريب والبعيد متى بلغك خبر رؤية في بلد يعني وجب على المسلمين أنهم يتبعوا هذه البلد في موضوع أيضا هو موضوع النسخ يرى الإمام الشفع أن القرآن لا ينسخ بالسنة لأن السنة وظيفتها البيان وليس النسخ فالقرآن عنده لا ينسخ إلا بالقرآن وده برضو على خلاف الجمهور يرون أن السنة هي وحي من الله عز وجل ويعني إن كانت بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يرون أن السنة تجزئ في نسخ آيات القرآن فده طرف بسيط كده من اجتهادات الإمام الشفعي طبعا فق الإمام الشفعي واجتهاداته لا تخفى على لبيب في هذه الأمة المباركة عشنا في هذا اللقاء مع سفر وأسفار الإمام الشفعي وعشنا مع اجتهادات هذا العلم الكبير في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل انقدر الله لنا اللقاء والبقاء نكمل الحديث عن الإمام الشفعي وننهي الحديث بوفاة هذا العلم ونستقي بعض أبيات الشعر والحكمة من حياته رحمه الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته